السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية تاسع اليوم ان شاء الله سأكمل اخر فكرة في جهاز الاخراج اللي هو يتاسع مكونات الجهاز البولي من ايش بتكون عندي الجهاز البولي بتكون يتاسع من الكليتان والحالبان والمثانة تمام يتاسع بتكون من الكليتان والحالبان والمثانة ومجرى البول يتاسع اللي يتم فيه خروج البول هلا يتاسع الكليتان مثل ما احنا شايفين اللي اخذنا فيهم اللي كل كلي بتتكون من الوحدة الانبوبية الكلوية الحالبان يتاسع وضفتهم الأساسية نقل البول من الكليا إلى المثانا المثانا يتاسع هي عبارة عن كيس عضلي بتجمع في البول إذن يتم تجميع البول في المثانا تخزن المثانا ما يصل إلى 600 ملي من البول إذن قد تخزن المثانا من البول ما يصل إلى 600 ملي إذن يتكون الجهاز البولي من الكليتان الحالبان المثانا ومجرى البول وتخزن المثانا ما يصل يتاسع إلى 600 ملي من البول ما ننسى يتاسع أنه وظيفة الكليتين حكينا تنقية الدم من الفضلات السائلة اللي تخلص الجسم من هاي السموم يتم إخراج الفضلات السائلة على شكل بول في الجهاز الإخراج الكليتين يتاسع كل كلي تتكون من مليون وحدة أمبوبية كلوية سمية النفرن حكينا هاي الوحدة الأمبوبية الكلوية بتتكون من المحفظة وبتتكون من الأمبوبة الملتوية القريبة وثنية هنلي والأمبوبة الملتوية البعيدة والقناة الجامعة حكينا عنهم أدولية تاسع المرة الماضية حكينا كل واحدة إيش بيصير فيها المين بتنفيها الترشيح مين بتنفيها امتصاص المواد بعد ما تخلص كل إشي بالكلية وتخلص كل الشغل اللي بالكلية على السريعية تاسع بتودي البول لوين للحالبان الحالبان يتاسع وظيفتهم بنقل البول من الكليا لوين للمثانا بتجمع البول كلوين في المثانا المثانا يا تاسع هي عبارة عن الكيس العضلي اللي رح يتجمع في البول طبعا يا تاسع المثانا بتسع تقريبا 600 ملي من البول بتخزن المثانا ما يصل إلى 600 ملي من البول بعدها يا تاسع بيزر في عنا اللي يتم الخروج عن طريق مجرع البول طبعا يا تاسع المثانا بتخزن فقط 600 ملي أو أقل أكثر من 6 ملي هذا الأشي خطائي تاسع فعشان هيك الواحد أنه لازم أنه مثلا عند الحاجة السريع لازم يخرج البول من الجسم ما يأجل هذه هي تاسع مكونات اللي هو الجهاز الإخراج أو الجهاز البولي كتير يا تاسع هدول مهمين بدأك تعرف أن هدول هم ميكليتان بدأك تعرف هدول الحالبان وبدأك تعرف أن هذا الكيس العضلي اللي بيتجمع فيه البول راح أسمي تاسع المثانا هلا يا تاسع نكتب التلخيص على الدفتر اللي هو باقي تلخيص تكمل الجهاز الإخراج هلا إن شاء الله يا تاسع راح يكون الامتحان الشهر الأول لعند جهاز الإخراج كامل اللي أخذناه المرة الماضية مع هذا الجهاز كامل وجهاز الدوران والجهاز الثالث اللي هو يا تاسع الجهاز التنفسي ويعطيكم العافية